لما أراد عمر رضوان الله عليه أن يجمع الناس في صلاة القيام في رمضان على إمام واحد ما اختار إلا أبي بن كعب كان الناس يقومون إذا صلوا العشاء يبتدرون سواري المسجد ولهم بالقرآن دوي كدوي النحل يصلي الرجل وحده وقد يصلي الرجل فيصلي بصلاته جماعة من الناس فقال عمر رضي الله عنه لأجمعنهم على أقرأهم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه فكان يصلي بهم عشرين ركعة كما روى مالك في موطئه من حديث يزيد بن الرومان عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس رضوان الله عليهم أن عمر رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح على أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث ترجمة نانسي قنقر